من إنفو لايف تيفي من القدس معكم عناب حلبي لأهم العنوين ذكرت صحيفة هارت أن والداي الجند الأسير جيل عتشاليت نوعام وإيفيفا سيشاركان اليوم في حدث للاحتفال بعيد ميلاد ابنهما للمرة الثالثة بينما هو في الأسر ويجري الحدث في معبر سوفا بالجنوب بتنظيم قيادة الرفاق من أجل جنود المخطوفين وستشارك فيه أيضا ميكي جولدفاسر والدة جندي أودي جولدفاسر الذي قتل لدى أسر حزب الله له قال ديبلوماسي روسي يوم الأربعاء أن البحرية الروسية ستزيد استخدامها لموائن سورية في إطار زيادة التواجد العسكري في البحر المتوسط ويأتي الإعلان وسط تزايد التوترات بين موسكو والغرب بسبب دور روسيا في جورجيا وأيد الرئيس السوري بشار الأسد الهجوم الروسي على جورجيا دعما لإقليم أوسيتيا الجنوبية الانفصالي وذلك خلال زيارة قام بها إلى روسيا الأسبوع الماضي أفادت وكالة رويترز تمديد مجلس الأمن الدولي لتقويض قوات الحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لعام آخر لكن إسرائيل ولبنان تبادل الاتهامات بعرق لتعمل قد تلك القوات ورحب المعبوثان الإسرائيلي ولبناني بتصويت المجلس الذي جاء بالإجماع لكنهما تبادل الاتهامات بانتهاء قرار الأمم المتحدة الذي أوقف إطلاق النار في جنوب لبنان بعد حرب اندلعت قبل عامين بين إسرائيل وحزب الله اللبناني تحدث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي في مباحثات في قصر الأليزية في العاصمة الفرنسية حول سبل تعزيز التعاون الثناء بين البلدين والشراكة الأوروبية المتوسطة والأوضاع الراهنة في المنطقة وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما لمستوى التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة اثنين من القوارب التابعة للنشطاء السلام الدوليين التي كانت وصلت لكسر الحصار إلى شواطئ البحر المتوسط قبالة قطاع غزة في خطوة رمزية تهدف إلى لفت الانتباه لما يعانيه قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض يوم السبت سيحتجزا لدى القوات البحرية الإسرائيلية حتى إرجاعهم إلى قبرص وهذه المرة مع 14 فلسطينيا على متنها توفي داعية السلام الإسرائيلي أبي ناتان عن عمر يناهز الواحدة والثمانون عاما وكان ناتان قد ضاع صيطه عندما قاد طائرة خاصة أطلق عليها شلوم سلام في عام 1966 إلى مصر التي كانت عدوا لإسرائيل أنذاكا وسجنته إسرائيل مرتين لاجتماعه مع رئيس منظمة التحرير الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وإلى باقي تقارير إنفوليف تيفي ادخلوا الرابط المبين على الشاشة الآن شكرا لمشاهداتكم إنفوليف تيفي وطابة أوقاتكم